مرحبا عزائي المتابعين معي الخالة مريم ام زيت هي كمان رح تحكي لنا عن شوية عادات وتقاليد النسوان بقرية تسكيرية معيشتهم عاداتهم تقاليدهم يعني بشكل عام اعراسهم شغلهم ايام الزمان هلا يعني الفرق بين ايام الزمان وهلا كمان رح تحكي لنا ام زيت شلونك شيخ بارك شعيومي بخير الحمد لله فتسول في الله فتحكي لنا عن شغلكم ايام يعني بشكل عام فتسول في شغلنا ايام الحصد حصاد عدس هذا على ايام زمان عدس ايام زمان كمون نعجن نعجن نخبز على الثنور على الصاج اكثر شيء للصاج ونخبز على الثنور نحل بغر قنام نعمل سمنة تروحون مثلا بيوت شعر بعيد للغنام نعزب نعزب بالغنام ايام نعزب على الغنام نعزب على المالكية نعزب على حوالي هال القرى من هنا على الجبل اكل يوم يضلونه شهارين شهرين خرافين ش PARA ايه وعاعش سن على الزراعة الحليب الحليب الجبل كليل صارت كليل هلأ أمزيت بدأت تحكي لنا عن أيام الزمان وعن هلأ أنه مثلاً أيام الزمان شو كنتوا تلبسوا العروس شو كان تلبس كانت أيام زمان تلبسوا بزبون قطرة قبعونا بهبرية بعباية ويأخذونها يصير دبكة دبكة على مطبر مطبر ما كان فيه لا موسيقى ولا لا لا ولا بافلات ولا اش يعني إنسان يغني بالدبتة يدبتون عليها العروس كان بيت أهلا رفقاتها يجون وطلعونها رفقاتها يلبسونها يهندزونها يزبطونها يأتي ناس في سيارة صاحبها تأخذها ما كان فيه كوافيرة هذا لا 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 كوافيرة ولا لا من يزبطها رفيقتها أرفقها يزبطها بمكياجها لا مو مكياج كحلة يتمشيط أنا أول مرة ألاحظ ما في عندك دق كيف تسمونه دق؟ دق 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 على الوجه ما شاء الله هذه أيام ستي وأيام أمي بس إحنا ما دقي هنا إحنا ما دقوا لا إحنا ما دقوا العروس لما يجيب العروس العريس يكون بالبيت؟ إيه بالبيت هالسا عصار أحدث العريس هو يروح يجيب العروس ها إنت شنو تشوفت عادات هلا؟ الفرق الفرق أحلى قبل قبل أحلى قبل أحلى وأستار وأحشام هلا؟ هل تعرف أنت يعني مظلطات مكياجات شعرها نطالع هاي ما مو يعني مو دين مو؟ قبل أحسن وأحسن عيشت قبل أحسن من أجتها أبو زيد مزوج واحدة؟ مجتلا ما شاء الله أكبارك الله ما شاء الله ما ضل حدا من هجر يا أبو زيد زادا واحدة قبلي واحدة بعدي قبلي؟ واحدة بعدي أنا الوسطية أنت مدللة أو مين مدللة؟ يعني كنا مدللة هذا عني ما يفرق أبدا؟ أبدا أنت منين أنت بالأصل؟ أنا أصلي من اليسرية من اليسرية أريد أن أسألك سؤال لا أعرف سؤال لماذا الظلم العرب التريتة تقريبا كما نقول يجوزون أكثر العرب يعني أنه أكثر من ثلاثة أبدا لكن يجوزون نحن يعرف ما سبب لا أعرف ما سبب يجوزون ثلاثة وثلاثة وثلاثة مجموز سيجاب واحدة ورابعة عادي أنت لما تحجونه أبدا 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 لأنه معدل بينها معدل وحقاني وكل وحدة بيتها لحالة ساكنة ايه كل وحدة بيتها هذا بيته الكبير وان هذا الوصلي وهذا بيته الصغير ايه كل وحدة وحقها وكل وحدة لحالة ليش نزعل من بعض مبارح لا 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 هو معدل بيناتنا اما احرز ما بيعدل عدل قلب ما احد يعرف بس معدل يعني جدها من الناس جدها من معدل كم أولاد عندك لدي الحمد لله أربع أولاد وخمس بنات من الجوجة الله يخلي لك يوم الله يخلي لك يوم الله يطول لهم الله يطول بعمرك هل لديك شي تقول لنا تقلب؟ اقول اشكركم واهلا وسهلا بكم والله يطفم العافية على هاللقاء ما اسماني شايف ذهب ذهب هستغالي قديم بعناه ماذا سويت بيهم لا يطول لهم العيان أسنعي ما بيذهب ذهب لا 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 الله يعطيك ألف عتسة مهديات شكرا شكرا شكرا